السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازيكم حبيبي عاملين ايه؟ يلا فيديو جديد ومين فينا ما بيحبش الفراخ المشوية تعالوا بينا نعمل نهاردة فراخ مشوية بتدبيلة وهمية والفراخ دايبة ومستوية جدا جدا عايز اقولك بجد خرافة ان شاء الله هتجربوا الوصفة وتدعووا لي بصي اللحم دايب ازاي لونه ابيض وجميل من جوا شايف العظمة بتخلع على طول ازاي من اللحم واو طحفة تسوية خطيرة وسر جديد هيخلي طعم الفراخ المشوية حكاية بينا يلا على طول علشان نشوف المقدير ونعرف هنعمل ايه؟ ما تنسوش اللايك والشير ويلا بينا جبت الفراخ الفرخة اللي هتتشوي لازم تكون وزنها ما يزيدش عن كيلو ونص باي حال من الاحوال هجيب السكينة ومن عند السدر هفتحها بالشكل ده وابتدي ابطتها يعني نفردها خالص علشان تبقى ملامسة للارضية كده على طول نكسر كده المفاصل وبعدين من عند السدر كده في نص السدر هبتدي افتحه وتشريحات بسيطة كلام ده كله عشان اللحم يستيو بسرعة الوركة كمان هعمل فيه تشريحات بالسكينة ناحية تانية برضو مهمة جدا الفتحات دي لانها هتساعد التدبيل انها هتخش لغاية اللحم من جوة فهتديله طعمه وتساعد في التسوية شايفين الجمال ده كده الفرخة تزبطت معانا وبقت جاهزة نعمل مرة تانية فرخة كمان علشان المعلومة توصل يبقى من عند السدر كده ويكون السكينة حمية ابدأي بقى حاولي تكساري كده في المفاصل بالشكل ده عشان الفرخة تبقى مفروضة تماما كده سوقها نشوية بقى على الجريل على الفحم في الفرن زي ما انتي عايزة زي ما قلنا من نص السدر كده وبالراحة هنفتح كده بالشكل ده وتشريحات بسيطة اي رأيكم سهلة جدا كده احنا وضبنا الفراخ وجهزناها للشاوي بينا بقى علشان نعمل احلى تدبيلة هتخلي طعم الفراخ لذيذة هتخليها تستوي وهتبقى طاعمة جدا جدا ما شاء الله ما شاء الله بجد هجيب الكبه هحط فيها بصلتين كبار ما قطعهم كده اربعة تربع برضو طمط ميتين كبار متقطعين هحط كده اربع لامونات كده بس شايلة منهم البزر عشان ما يمروا روش وحطهم بقشرهم كمان ارنين فلفل كده حمين وارنين فلفل بردين وحوالي كده اربع فصوص من التوم ده كده الخضار اللي معانا هحط عليهم نص كباية من الخل واضرب الكلام ده كله في الكبه وانعمهم على قد ما اقدر هيل هفرمهم كويس قوي كده خلاص جهزنا التدبيلة الخطيرة بس لسه يفعلها حاجات تانية هجيب موصفة بقا وابتدي اصفي الخلطة الحلوة دي هصفيها ليه؟ علشان عايزة تدبيلة ما يكونش فيها الياف تتحروق وتديني شكل مش حالو بس في نفس الوقت هاخد منها الطعم الجميل هصفي كويس واشيل بقا الالياف دي وهيفضل معايا الصوص ده او الخلطة دي حلوة قوي يلا بينا بقا نتبلها هجهز بقا بابركة مدخنة ده سر مهم جدا هجهز كمان اتنين باكت مرأة فورية اهي معانا علشان تساعد على التسوية وتدي طعم حلو وما ننساش طبعا الملح والفلفل والبهارات السابعة والزعتر مش عايزين اكتر من كده هقلب الكلام ده كله مع بعضه حد هيقول لي الملح قد ايه؟ لكل فرخة معلقة كبيرة ملح هضيف كمان حوالي علبة من الزبادي علبة صغيرة او معلقتين كبار مليانين زبادي والزبادي من الحاجات اللي بتطري جدا الانسجة بتاعت الفراخ وبتخليها طرية كده ولذيذة قلبنا الخلطة كويس قوي قوي مع بعض عايز اقول لكم راحتها طحفة هزود لها حوالي كده ربع كباية من الزيت هنجب بقى الفراخ بتاعتنا اللي احنا زبطناها دي واحط لها التدبيلة الخطيرة اللي انا ينفع اعملها واشيلها في الفريزر تنفعني في اي وقت طلع كيس التدبيلة حطه على فرخة وتبل الفرخة بتاعتي هندخل بقى التدبيلة في الفتحات اللي احنا عملناها ونحط في الفرخة من الناحيتين جوه وبره وطبعا كل ما الفراخ قعدت في التدبيلة مدة اكتر كل ما هتاخدي نتيجة مميزة جدا في التسوية وكمان في الطعم يفضل طبعا انا غطيها وحطها في التلاجة مش اقل من ست ساعات يعني من الصبح للعصر او من بالليل للصبح هيبقى احلى بعد ما الفراخ التدبيلت هبتدي اساوي التسوية النهاردة عبارة عن ايه بقى نفس الصينية اللي انا حطيت فيها التدبيلة دي سبت فيها بقى التدبيلة وليها شبكة او اجيب شبكة الفرن واحطها وارص عليها الفراخ وكباية ميا مغلية هحطها في الصينية من تحت يبقى الصينية من تحت فيها باقي التدبيلة عشان تطلع بقى رحتها على الفراخ وابتدي اغطي الفراخ بورقة زبدة وبعدين ورقة الومنيوم وحكم التغطية كويس قوي عايز اقول لكم ان طريقة التسوية دي هتخلي الفراخ معاكي دايبة لحمتها كمان طرية جدا جدا وطعمها مش مسلوق لانها مش محطوطة في المياه هي فوق على الشبكة والبخار هو اللي هيطلع يسويها هندخل على الرف الوسطاني على درجة حرارة 200 لمدة ساعتين ايوه ساعتين سيبيها بقى برحتها كده لغاية ما تستوي وبعد الساعتين ارفعي الغطا وديها كده وش تحت الشواية خدي من الصوص بقى الجميل اللي تحت دا ولمعي الفرخة الله بجد الفراخ شكلها اظن يفتح النفس جدا جدا تشرفك في اي مناسبة في اي عزومة بجد وهمية طريقة تسوية خطيرة بتدبيلة رهيبة شايفين شكل الفراخ بسم الله ما شاء الله حكاية بجد زي اللي بنشتريها من برا باللون الدهبي الجميل واحلى كمان بصوا شايفين الفراخ مستوية خالص بتطلع بكل مش محتاجة بصوا بتطلع من العضم ما شاء الله لقوة الا بالله بجد اكتر من روعة اتوهمنا كلنا بالطعم الخطير للفراخ يا سلام كمان لو انت حابة تديها ريحة كأنها مشوية على الفحم تعملي فحمية كده وتحطي عليها معلقة زيت صغيرة وتغطي كده على الفراخ اللي فيها الفحمة علشان تبتدي تاخد طعم الفحم نفس التدبيلة بنفس التكنيك بالضبط تقدر يتسوي الفراخ على الفحم وهتستوي معاك لان الفراخ احنا مقطعينها تقطيع حلوة قوي بيتيها في التدبيلة عشان تساعد على التسوية النهاردة التدبيلة بتاعتنا على قد ما هي بسيطة على قد ما هي فعلا نتجتها حلوة قوي قوي والفراخ عجبتكم وهستناكوا تجربوها وتقولولي رأيكم فيها ايه مش عايزاكم تنسوا اللايك والشير وتعملوا سابسكرايب لقناتنا على اليوتيوب وما تنسيش تفعلي الجرس علشان اول منزل الفيديو جديد يوصلك على طول يلا مستني رأيكم في التعليقات حبكم جدا اشافكم على خير